السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في مقرر الهندسة الكهربائية Electrical Engineering معكم الدكتور عبد العزيز صالح السعيدي ما زلنا مع المحور السابع وهو قانون الكيرشوف في الفريكونسي دومين ونبدأ اليوم إن شاء الله مع الجزء الثاني لهذا المحور السابع وهو تجميع الإمبيدنس في الفريكونسي دومين إذن سوف ينقسم هذا الجزء السابع في تجميع الإمبيدنس إلى تجميع الإمبيدنس بالتسلسل وبعدها إيجاد الزد إكوبيلنت ونفس الشيء هنا تجميع الإمبيدنس بالتوازي ثم إخراج الزد إكوبيلنت لهذا التجميع بين مثلا النقطة A والنقطة B نبدأ إذن بالتجميع الإمبيدنس بالتسلسل هنا عندي مجموع من الإمبيدنس من الزد وان إلى الزد آن كيف أمر إلى إمبيدنس واحدة تلخص لي من الزد وان إلى الزد آن هنا نلاحظ أنه عندي نفس الطيار الكهربائي يمر في كل الإمبيدنس يخرج من القطب الموجب إلى أن يرجع إلى القطب السالب وبالتالي تكون هذه الإمبيدنس زد وان زد تو إلى أن أصل إلى الأخير كلها مجموعة بالتسلسل إذن قيمة هذه الزد إكوبيلنت تساوي ماذا؟ هي ليست إلا الزد وان زايد الزد تو إلى أن أصل إلى الزد آن وهي الأخيرة في هذا الرسم إذن كيف أصل إلى هذا القانون؟ إثبات بسيط جدا أطبق قانون الكيفي آل في هذه الدارة الكهربائية قانون الكيفي آل الذي رأيناه في المحاضرة السابقة يقول لي قانون الكيفي آل أنه مجموع الجهد يساوي صفر في اللوب في هذا المسار المغلق لكن باعتبار ماذا؟ باعتبار الفيزر إذن عندي من الفيوان للإمبيدنس الأول الجهد الثاني للإمبيدنس الثانية إلى أن أصل إلى الأخير ونعرف أن الفي ماذا تساوي؟ الفي رأيناها أن تساوي هي قيمة الطيار الكهربائي في قيمة الزد إذن الفيوان هي قيمة الطيار الكهربائي في الزدوان فيتو كذلك تساوي قيمة الطيار الكهربائي في الزدو لماذا نفس الآي قلناها من الأول؟ لأنه نفس الطيار الكهربائي يمر في كل الإمبيدنس وأعوذ إذن هنا ثم أقسم الفي هذه وهي مجموع الجهد على قيمة الطيار الكهربائي والفي على الآي هي ليست إلا هي الزد وحدتها الآ وهذه الزد هي يبقى لي الزدوان إلى الزدو إلى الزدان ملخص هذا القانون إذن أنه لو عندي مجموعة إمبيدنس سيريز لو أريد تعويضها بزد واحدة هذه الزد إكيفلينت هي مجموعة الزد في اللوب في المسار المغلق أما تجميع الإمبيدنس بالتوازي فكل هذه الإمبيدنس من الزدوان إلى الزدان هي تعويضها هنا بزد إكيفلينت هنا لإيجاد قيمة هذه الزد إكيفلينت ماذا سوف أطبق سوف أطبق قانون الكيسي آل الذي رأيناه في المحاضرة السابقة إذن عندي هنا مجموعة الطيارات الداخلة يساوي مجموعة الطيارات الخارجة هذا هو قانون الكيسي آل الطيار الداخل هو الآي دخل إلى هذا النوت والطيارات الخارجة هي على عدد الإمبيدنس يعني عندي آي 1 يدخل للزدوان الآي 2 يدخل للإمبيدنس زد 2 إلى أن أصل إلى الطيار الأخير إذن طبقت هنا قانون الكيسي آل ثم أعوذ الآي 1 هي V على زد 1 الآي 1 هي V على زد 1 والآي 2 ماذا تساوي هي نفس ال V على زد 2 لماذا نفس ال V لأنه كل الإمبيدنس بالتوازي فعندي سيم فولتج ثم أعوذ الآي 1 والآي 2 إلى الآي 1 آي 1 بالقانون لأصل في الأخير على أنه قيمة إذن الزد إكيفلنت لتجميع الإمبيدنس بارالل هي تحتسب بالمقلوب يعني أقول واحد على الزد إكيفلنت ماذا تساوي هي مقلوب الزد 1 مع مقلوب الزد 2 إلى أن أصل إلى واحد على زد N وهذه الإكيفلنت إمبيدنس أما الأدميتنس والتي رأيناها في السابق هي إذن نعرف أن مقلوب الزد هي ال Y وهي الأدميتنس فهنا أعوذ واحد على زد 1 هي Y1 واحد على زد 2 إلى أن أصل إلى الأخير وهنا يكون من الأجدر في تجميع الإمبيدنس بالبرالل إذن كتابة الأدميتنس فهي أسهل في الكتابة من كتابة المقلوب كمثال تطبيقي لفهم تجميع الإمبيدنس عندي هنا سوركت في مجموعة من المكونات الكهربائية مطلوب مني استخراج الزد إكيفلنت لهذا لهذه الدارة الكهربائية مع العلم أن أوميغا هي خمسين راديم باي سكند فهنا كيف أقوم بهذا التمريب سوف أسمي كل مكون إما وحده أو معه مكون آخر سيريز بزد بمعنى هنا هذا عندي مكثف قيمته 2 ملي فراد سأسميه زد وان هنا عندي الثلاثة أوم والعشرة ملي فراد سأسميه زد 2 وهنا عندي اندكتر ومقاوم كهربائي سأسميه إذن زد 3 فيكون هذا الرسم مبسطا عبارة على إمبيدنس يعني هذه زد 1 قلنا وهذه سمينا زد 2 وهذه قمنا بتسميتها زد 3 الآن ماذا تساوي كلم زد 1 كلم زد 2 وزد 3 إذن هنا لاحتساب الزد اكيفلنت لهذا الساركت سوف نمر للفريكنسي دومان فهو يسهل لي احتساب الزد اكيفلنت لهذا الساركت إذن الزد 1 قلنا هي عبارة على مكثف فقط وبالتالي الزد 1 ماذا تساوي لو عندي مكثف هي 1 على ج أوميغا سي إذن قمنا بالذهاب إلى الفيزر عندي قيمة الأوميغا عندي قيمة السي وبالتالي أعوض وأستخرج الزد 1 والتي وحدتها الأوم نفس الشيء في الزد 2 يجب أن ألاحظ جيدا ما هي مكونات الزد 2 الزد 2 عندي مقاوم يعني الحقيقة للزد 2 هي الريل بارت والمكثف يمثل التخيل للزد 2 إذن هذه R وهذه C لكن في الفريقونسي دومان تحتسب 1 على ج أوميغا سي أعوض لأتحصل على قيمة الزد 2 الزد 3 نفس الطريقة هي تتكون من مقاوم وهو يمثل لي الريل بارت وهنا عندي اندكتر يمثل لي ال اماجينيري بارت يعني التخيل أعوض بالقيم الأوميغا قلنا هي 50 وأعوض قيمة ال لأتحصل على قيمة الزد 3 هنا قمنا إذن بتعويض كل الإمبيدنس بقيامهم الآن z equivalent تمرين سهل جدا ماذا يساوي واللاحظ أن z2 و z3 parallel مجموعهما يكون series مع z1 هنا أعوض إذن فقط z1 و z2 و z3 بلالقيم مع العلم أن z1 و z2 و z3 parallel قيمتهما الجملية هي الضرب على الجمع ثم الآن أعوض فقط كل من القيم التي كتبت في rectangular 4 لأتحصل في الأخير على z equivalent لهذه الدارة الكهربائية ترجمة نانسي قنقر